كل تحية لمتابعي يوم سهدي السادسة أهلاً وسهلاً بيكم حلقة جديدة النهاردة كلنا فيه انتظار لقاء الكبار منتخب مصر فيه مواجهة منتخب الجزائر مباراة من العيار تيل لقاء لا يحتمل المخاطرة أو المغامرة من مستر وي فيتوريا في آخر تجارب المنتخب المصري قبل العودة مرة تانية للمباراة الرسمية نهاردة يمكن في ظروف مختلفة عن مباراة تونس الودية يخد منتخب مصر لقاء قوي جداً في منتخب القوة مع واحد من أقوى المنتخبات الأفريقية منتخب الجزائر بكامل نجومه سكواد الحقيقة يمكن من أفضل العناصر الموجودة في قارة أفريقيا وعلى مستوى الاحتراف الحقيقة لعبة الجزائر يمكن باستثناء لعب أو اتنين بيلعبوا براء الجزائر برضو لكن بيلعبوا في أفريقيا كل السكواد منتشر في كل أنحاء العالم طبعاً الغالبية العظمى لمحترف الجزائر جاية من أوروبا لكن فيه لعيبة بتلعب في أسيا وفيه لعيبة بتلعب في أمريكا الجنوبية وبالتأكيد زي ما قلت لكم فيه لعب أو اتنين بيلعبوا في قارة أفريقيا لكن خارج الدولي الجزائري فهو منتخب خالي من المحليين ويمكن الناس كتير هتختزل المواجهة على مستوى الأفراد يعني إنها مواجهة بين رياض محرز ومحمد صلاح أو بين محمد صلاح ورياض محرز بما أنه الاثنين كانت فيه بينهم يعني مقارنات كتير مواجهات كتير جمعت بينهم في البريمير ليج الاثنين كانوا في فترة من الفترات من أهم النجوم في الدورة الإنجليزية رياض محرز مع الستي تحديدا مرحلة التواهج يعني صحيح البدايات شفناه مع ليستر لكن رياض محرز كان نجم كبير في الدورة الإنجليزية ظهر بشكل واضح مع فترة الستي مع جوارديولا ومحمد صلاح حقيقة من أول يوم مش من أول سيزي من أول يوم نضم فيه ليفر بول وهو فرض نفسه بقوة على النجوم الدورة الإنجليزية فمنتكلم على أنه صحيح يمكن يكونوا النجمين الأبرز لكن عايز أقول لكم الحقيقة أنه المنتخبين مش بس المنتخب الجزائي لكن منتخب مصر حتى وإن كانت لعبته في معظمها أو قائمة وفي معظمه من اللعبين محلقين لكن المنتخبين عندهم نجوم كتير جدا إزاي هيخود أو إزاي بيفكر روي فيتوريا في المباراة نتمنى نتمنى أنه ما يكونش على نفس النهج أو المنوال اللي لعب بيه مباراة زنبيا وتونس مع كامل احترامي وبصرف النظر عن نتائج حتى لو كنا اتغلبنا من تونس وحتى لو كنا كسبنا زنبيا أعتقد أن الشكل اللي ظهر بيه المنتخب في المباراتين ما كانش على أقل تقدير مرضي بالنسبة لطموح الجماهي النهاردة يعمل إيه في لقاء أصعب؟ أنا بشوف أنه باستثناء مباراة بلجيكا يعني طلع مباراة بلجيكا بره الحسابات يمكن كانت لها ظروفها لكن اللقاء النهاردة اللي يمكن بيفصلنا عنه أقل من ستين دقيقة أقل من ساعة يمكن يكون اللقاء الأقوى اللي هيخوده روي فيتوريا قبل ما نروح لتصفيات كاس العالم اللي تعتبر نسبيا يعني بالنسبة للمنتخب المصري وقدراته مش امتحان كبير لكن امتحان العكبر هيكون فيه أمم إفريقية خلييني أقول لحضراتكم أنه المنتخبين زي ما قلت لكم بيدموا عدد كبير جدا من النجوم قيمة تسويقية تقريبا تقريبا لمنتخب الجزار بتتجاوز المتين مليون يورو وإذا كنت حاطت عينك على رياض محرس كأهم نجم في منتخب الجزار خلييني أقول لك لا أنه القصة غيرت بشكل كبير جدا وفيه نجوم حطوا عينكم عليهم النهاردة واتفرجوا عليهم لازم نعمل لهم حساب كبير جدا هنتكلم عن مطش مصر والجزار وهنتكلم بالتأكيد طبعا على مطش سيمبل اللي بيقرب بشكل كبير مع واحد من النجوم النادي الأهلي اللي شرفونا النهاردة في سادسة كابتن أشرف ممدوح ونتابع معايا المحطة الأخيرة للسعدادات روي فيتوريا ومنتخب مصر في مواجهة الجزار خلييني نروح لفاصل ونرجع بعده نبدأ حلق نبدأ مع حضراتكم أهم الأخبار والمستجدات في الأهلي نيوز روم طيب أهلي نيوز روم هبدأ بالأهلي هبدأ الأول بتحضيرات واستعدادات الفريق لمباراة سيمبة اللي يمكن الظروف حطت الجهاز الفني في اختبار صعب راحة سلبية ست يام يعني أكيد أثرت وبالتالي هو راجل حتى هو بيكتمع مع الجهاز الفني كلامه كله على أنه يبقى فيه تدريبات بدنية مكسفة عشان يرفع تدريجان الحملة التدريبي لأنه عندك شوقت يمكن بكرة إن شاء الله لعابة الأهلي اللي موجودين مع منتخب مصر يرجعوا بالسلامة والفريق هيتمرن تمرينة واحدة الصبح تمرينة خفيفة وبعد كده هيتسافر لتنزانيا عشان يستعد أو يتمرن تمرينة رئيسية وحيدة هتكون يوم الخميس ومطش البداية أو انطلاقة المشوار في الأفريقاليج هتكون إن شاء الله يوم الجوم عشان كده يمكن هو مهتم جدا بالجزء البدني وابتدى يتفق أو بيحضر مع الجهاز الفني برنامج للعيبة اللي هتنضم بعد كده لاحقا بعد ما تنتهي من ارتباطاتها مع منتخباتها مطش النهاردة نمر واحد عايزة أقف مع حضرتكم مع لعيبة الجزائر واحد خلينا نتكلم على منتخب مصر يمكن كان التحفز الوحيد على شغل فيتوريا في مطش زنبيا الأخير هو خط نص منتخب مصر لما كانش قادر على إنه يربط بشكل جيد ما بين أو ينقل بشكل جيد الكرة من خطوط بين خط الدفاع بين خط الهجوم كان فيه بط نسبي بشكل كبير جدا نيجي بقى الجزئية مفاتيح اللعب خلق الفرص التلاتة يمكن احنا اتكلمنا بعد مطش زنبيا التلاتة اللي ابتدوا في خط نص منتخب مصر حمدي وطارق ونني التلاتة لعيبة كواسة جدا جدا بس كل واحد واحده يعني مش تقليل من قدراتهم صراح حمدي لعيب كواس جدا التلاتة في نمرة 6 لعب الارتكاز اللي يمكن مطلوب منه يقفل مع خط الظهر ويقامل نص ملعب منتخب مصر ويقوم بأدوار دفاعية أكتر منها هجومية التلاتة تقدر تعتمد عليهم بشكل كبير لكن التلاتة مع بعض مشكلة وممكن يبقى استثناء ان انا احتاج التركيبة دي في مباراة من العارة تقيل مباراة يكون قدامي منتخب ليه وزنه ليه تقلو محتاج اقفل عليه خط النص وهلعب بفكر وبنواحي دفاعية أكتر منها هجومية هلعب فيها ممكن على المساحات على الكاونتر أتاج الفكر بتاع هكتر كوبر شوية وممكن تقول كارلوس كيروش كمان لكن مع فيتوريا ما توقعناش ده وبداياته كانت بتقول ان الرجل فاهم كويس جدا شخصية المنتخب اللي بنحاول ان احنا نستعيدها مرة تانية فكانت بالنسباننا في مباراة زي زامبيا يعني زامبيا انك تلعب بالتلاتة دول كانت بالنسباننا اشكالية كبيرة جدا انا بشوف انه منتخب مصر اعتقد انه بينقصوا بعض الاسماء صحيح في منهم ممكن يكونوا بسبب الاصابة مش موجودين مع المنتخب دلوقتي او بسبب انه هم يعني فقدين لحساسية المباريات في الفترة الاخيرة نتيجة ابتعادهم عن المشاركة او نتيجة اصابتهم الطويلة لكن بشوف في اسماء الحقيقة ممكن بشكل كبير زكات موجودة وازا وصلت لفورم عالية لو في التوب فورم اعتقد هيكون اضافة قوية جدا لمنتخب مصر من وجهة نظري اهمهم امام عشور اكرم توفيق كهربا ورمضان صبح الاربع اسماء دول لو وصلوا لفورم عالية يفيدوا جدا فيتوريا في بطولة امم افريقيا وبشوف كمان انه واحد من اهم مفاتيح اللعب اللي لو خد فرصة مع كولر في الشهرين اللي هيبقى قبل بطولة امم افريقيا هيكون واحد من اهم مفاتيح لعب ومنتخب مصر في بطولة صعبة زي دي وهو احمد عبدالقادر الخامس اسماء دول لو وصلين في اسماء طبعا تقدر تبني عليها كتير وفي اسماء ما تضمتش انا بقول على سبيل المثال لكن لعيبة دول ممكن يصنعوا الفرق ما عنديش شك ان هم خلال الشهرين الجايين لو حطوا رجلهم في الملعب وخدوا مطشات كتير وقدروا يضغطوا على نفسهم يوصلوا للتوب فورم بتاعهم في ستين او سبعين يوم يقدروا يمثلوا اضافة كبيرة جدا جدا ويددوا ريحة كبيرة الكولر فيتوريا وهو بيحط تشكيلة منتخب مصر لانك بالتأكيد لو بتكلم عن نسخة السنغال لعبت كل منتخبات كبيرة في افريقيا لعبت نيجيريا في دور المجموعات خبطت في كودفوار وخبطت في المغرب وخبطت في لغاية لما وصلت للسنغال في النهائي فبالتالي انت بالتأكيد هيبقى فيه اذا كنت رايح تلعب على بطولة واللقب بالتأكيد هيبقى فيه مطشط من العارة تيل اكيد الاسماء دي هتمثل اضافة تشكيلة النهاردة انا هتمنى رغم انه انا عارف من نسبة 90% انه ممكن الطريقة او التشكيل ده يكون الاعرب لكن ما اعتقدش انه هيبقى من نسبة 100% لكن انا بشوف انه ياسر ومنعم دويته متفاهم جدا جدا واعتقد انه الانسب لبداية اللقاء طبعا من وراهم الشناوي ده ما فيش شك فيه على الشمال فتوح على يمين ممكن اشوف مباراة زي دي عمر كمال عبد الواحد ممكن اشوف نص الملعب واحد من اتنين يا طارق يا حمدي يعني بتهالي الاتنين دول جنب بعض كتير في مباراة زي دي بشوف بعد كده انه ممكن زيزو محمود حمادة ممكن صلاح ممكن تريزي جي وممكن في طبعا يعني اجباري مصطفى محمد اعتقد انه طبيع ومنطقي يبدأ المباراة لكن على كل احوال انت هتواجه منتخب كبير ومنتخب لقاء هيكون صعب بكل مقاييس الشخصية والروح اذا حضرت انا بتهالي تفرق كتير مع منتخب مصر نهارد حط عينك في منتخب الجزائر على الاسماء القاتي ذكرها طبعا مش رياض ما يحرز كلنا عارفين رياض ما يحرز لكن عندنا ريان نوري في وولفر هامتن ده زهير ايسر قيمة تسويخية 25 مليون يورو عندنا رمي بن سبعيني بروسيا دورتمون زهير ايسر ايضا 20 مليون يورو عندنا حسام عوار روما اي اس روما لعب خط نص 13 مليون يورو عندنا طبعا سعيد بن رحمة واسهام 25 مليون يورو عندنا امين جويري طبعا ده يمكن يعني على مناحة القيمة التسويقية سيبك من الكرة لكن تتكلم على استادران دوري فرنسي 35 مليون يورو اذا هو منتخب مدجج بالنجوم يمكن فيتوريا عمل جلسة مع اللعيبة يتكلم فيها على تصحيح بعض الاخطاء في مباراة زنبيا الاخيرة واتكلم بشكل كبير جدا على الطريقة اللي هيلعب بيها وهينفزها المنتخب النهاردة قدام الجزائر ان يهموا جدا جدا او راجل بيفكر جدا ودي حاجة تطمن يعني ان راجل بيلعب على الفوز النهاردة عايز يقدم عرض قوي عرض يأكد على جهازات المنتخب وبيعتبروا اقوى بروفا هيخدها المنتخب الوطني امام منتخب الجزائر قبل طبعا ما نروح لبطولة امم افريقيا عندنا قبل البطولة بس اشان اللي مش عارف عندنا مطشي المهمين جدا في شهر 11 البطولة في يناير في كوديفوار لكن شهر 11 عندك توقف لمدة المعسكر الاخير يعني المنتخب مصر هيتخلى له مواجهتين رسميين يعني عندك مواجهة اولى مع جيبوتي يوم 13 وبعدها مواجهة تانية مع سيرليون دي مباراة رسمية هيخدها منتخب مصر في تصفيات كاس العالم فبرضو مهم جدا جدا على الاقل من ناحية المعنوية ايجاله طبعا النيجيري اوديون ايجاله مهاجم الوحدة السعودي واحد من اللعيبة اللي واجهتنا فيه لما كان بيلعب في الهلال في بطولة كاس العالم واجهة الاهلي يعني المصري لما كنا بنعب في كاس العالم أندية المباراة الشهيرة اللي انتهت بربعية لصالح الاهلي المصري تكلم على مواجهاته اللي واجه فيها مدافع اتحاد جدا والمدافع الدولي المصري احمد حجازي ووصفها بأنها كانت حالها من حالات المصرعة ايجاله كان بيلعب فيه اللي ابتدى في الشباب وبعد كده طبعا راح للهلال قبل ما ينتقل طبعا بعد تدائمات الهلال الموسم ده لفريق الوحدة ويمكن في تصريحاته في واحد من حواراته يعني الوسائل اعلام في السعودية قال انه احمد حجازي وعلي البلهي هما من وجهة نظره افضل اللعيبة او المدافعين اللي واجههم في دوري السعودي وكلم انه مواجهاته مع الاثنين دول تحديدا كانت اشبه بالمصرع حجازي يقدم مستويات رائعة الحقيقة واعتقد انه واحد من الاسماء طبعا اللي بيفتقدها منتخب مصر واللي هو والوينش اعتقد اسمين لو برضو وصلوا لفورمة عالية جدا هيكون اضافة قويات جدا لسكواد منتخب مصر مع مانعا فيه خلط دفاعه اللي يمكن يمكن يكون واحدة من اهم النقاط ضعف منتخب المصري في الفترة الاخيرة هتقول لي اه كسبنا زامبيا هقولك اه كسبنا زامبيا لكن زامبيا المنتخب اللي ما بعتبروش من المنتخبات التقيلة في افريقيا وصل لمنتخب مصر وهدد منتخب مصر كتير جدا ومش نجاح مننا في افساد هجماته بقبل اكتر ما هو فشل منهم في اللمسة الاخيرة يعني لو بتتكلم مع مهاجمين من العرد تقيل زي اللي موجودين في غانا والكاميرون والسنغال والمغرب والجزائر لا القصة كانت ممكن تروح للسيناريو تاني خالص اخدكم وروح لريال مدريد وانا اكلمتكم قبل كده الحقيقة دايما يمكن مع الزهور طب خلينا نروح لتشكيل منتخب مصر الاول قبل ما اكلم على قصة ريال مدريد خلينا شوف مع حضراتكم تشكيل منتخب مصر النهاردة معنا محمد الشنوي حراسة مرمى محمد هاني هو هيبدأ في ناحية اليمين هيكون في قلب الدفاع محمد عبد المنعم وعلي جبر مش تقليل من علي بس انا بتكلم على انه واحد الفارق بين علي وياسر اعتقد الاثنين يعني الاثنين لعيبة كويسين جدا لكن تفاهم ياسر ابراهيم مع عبد المنعم اعلى بكتير من تفاهم عبد المنعم مع علي جبر علي جبر يمكن من ناحية الخبرات يعني اكتر شوية من ياسر ابراهيم لكن التفاهم هنا كان مهم جدا بدأ بحمد مكان فتوحه دي بالنسبة لي علامة استفهام يعني بدأ بمحمد حمد مكان فتوح يعني مش عارف يعني طبعا الرجل هو اللي قضر مني ومنكم كلكم يعني هو اللي شايف في الملعب مريح طرق حامد بدأ بحمد فتحي ومحمد النني يعني ماشي احمد سيد زيزو كويس ان احمد سيد زيزو بيبدأ زيزو على فكرة يعني فوق المنتخب المرة اللي فاتت يعني المنتخب كان يبدو كده انه في حالة هبوط اقاع ما حستش انه المنتخب فاق وابتدى يلعب كرة الا مع نزول احمد سيد زيزو واشوف انه في امم افريقيا احمد سيد زيزو وامام عشور واختار انا حمد فتحي يعني اختار حمد فتحي ومن بعده طرق حامد ومن بعده من نني التلاتة دول ممكن يكونوا كلمة السر في خط نص منتخب مصر معنا قدام طبعا محمد صلاح تريزيجي مصطفى محمد وتريزيجي ما شاء الله الحقيقة برضو اعتقد انه رجع لجزء كبير جدا من فورميتو طيب احنا الحقيقة يمكن زي ما قلتلكم من برح هعرض لحضراتكم لقاء خاص مع لامين سانيه واحد من نجوم طبعا اللي لعبه وزامله انتوني مودست مهاجم النادي الاهلي وانا اتكلمت معاه واللي ما اتكلمنا معاه يعني ركزنا بشكل كبير جدا على مودست لانه احتك بيه وشافه ولعب جنبه وتفرج عليه في الدوري الالماني لما كان مودست بلعب في الدوري الالماني كان واحد من نجوم المكسرات الدنيا في المانيا وراح عليه لامين سانيه التجربة كلها والقصة ومفاتيح انتوني مودست ركزت عليها جدا مع لامين سانيه تعالوا نشوف قالنا ايه في السادسة مرحبا بالجميع لامين سانيه الزميل السابق لانتوني مودست بداية اعتقد ان انتوني مودست مهاجم رائع لديه مجال للتقدم والتطور السريع للغاية لقد كان قدرا على اثبات ذلك في المانيا سجل العديد من الاهداف مع نادي كولون مما سمح له بتنقل قليلا قبل العودة ومن ثم التوقيع لفريق دورتموند احد اكبر الاندية في المانيا هذا كل شيء اعتقد انها ميزة وحقيقة انضمامه الى النادي الاهلي في نهاية فترة الانتقالات اعتقد ان هذا مفيد اولا وقبل كل شيء للفريق للنادي لانه سيجلب كل خبرته وايضا للبطولة لانه لديه مشوار مهني غير نمطي للغاية انه مهاجم خطير ويسجل الكثير من الاهداف مهاجم يتأقلم بسرعة كبيرة مع فريقه كونه في افريقيا واعتقد ان ذلك سيدفعه لمزيد من التطور انها اجواء خاصة جدا والجماهير مختلفة تماما في افريقيا كما مررت بهذه التجربة فان المشجعين يقدمون كل شيء لفريقهم اذا لم يكن عليك ان تأكل فلن يأكلوا ايضا وسيأتون ويدعمون فريقهم وهو شخص على المستوى الانساني له قلب كبير لذلك اعتقد ان هذا سيؤثر علي وسوف يساعده على استعادة مستوى في الملعب اذا انني لا اقلق بشأن ذلك فانا اعلم ان انتوني سوف يتأقلم بسرعة كبيرة ربما سيتعين عليه ان يأخذ بعض الوقت للتأقلم لكن هذا ينطبق على جميع لعبي كرة القدم لكن حقيقة قيام النادي الاهلي باعادة تجهيزه فان الامر لن يستغرق سوى اشهر قليلة هو مهاجم نشط للغاية لديه لياقة بدنية وقوة جسمانية قوية جدا يتمركز بشكل جيد جدا وبمجرد ان تتاح له الفرصة ليكون قادرا على التسجيل حسنا فانه يضرب العلامة كما تقول عادة لدينا لذا فمن ابرز صفاته التحرك والتمركز الجيد والقدرة العالية على ترجمة الفرصة تمكنت من قضاء الوقت معه كان ذلك بسبب انضمامه الينا عندما كان في بوردو لقد جاء من نادي انجي وكان قد انهى للتوي صدارة هدف الدور الفرنسي الدرجة الثانية بالنسبة له الدور الفرنسي الدرجة الاولى كان جيدا تماما بالنسبة له الدور الفرنسي الدرجة الاولى كان جديدا تماما لقد أثبت نفسه بالفعل من قبل بالطبع في الدور الفرنسي الدرجة الثانية وأيضا في الفريق الفرنسي لذلك كان لاعبا يعيد اكتشاف بطولة أخرى ومنافسة أخرى لقد أخذ وقته ليتمكن من إثبات قدراته في الفريق شيئا فشيئا وفي نهاية المطاف ما أستطيع أن أتذكره عن هو أنه كان شخصا نشيطا وجادا وخارج الملعب كان إنسانيا للغاية فهو حقا إنسان ذو قلب كبير مبتسم دائما في مزاج جيد ويقدم يدا مساعدة مع عائلته الجميلة جدا إذن هذه هي الذكرى التي أحتفظ بها عن بالإضافة إلى ذلك أعتقد أن لديه أيضا علاقة جيدة جدا مع أخي الصغير وهم ما زالا على اتصال وعندما وصلت أيضا إلى ألمانيا استقبلني وأعطاني بعض النصائح بشأن البطولة لأنه كان يعرفها جيدا قبلي وكل ما يمكنني قوله أنه رجل عظيم وسيحقق تقدما الشيء المهم هو أن يستفيد من التجربة سيشارك في بطولات أخرى في قارة مختلفة تماما بالنسبة له في أفريقيا الناس منفتحون جدا ولديهم قلب لا يمكنك تخيله سيكونون دائما هناك مهما حدث خلفه وسيدعمونه دائما وعندما تسجل الأهداف سوف يغنون لك لأنه في كل مكان سوف تذهب إلي ستجد الناس يغنون باسمك ويقومون بتأليف الأغاني لك لذلك أنا أنتظر الأغنية بفارغ الصبر أتمنى لك أن تسجل الكثير من الأهداف وإلى اللقاء طبعا اللي ما فيه شك خلينا نبتدي بيه الكلام أنه الكل دائما بيعمل اعتبار كبير لإسم المنتخب مصر وبشوف أنه أهم مكسب ممكن يحققه فيتوريا النهاردة هو الثقة الثقة دي تيجي بالمكسب؟ لا الثقة دي تيجي بالأداء فكرة أنك أنت تقف في مواجهة واحد من أكبر منتخبات أفريقيا في الوقت الحالي وتقدم وتظهر بشخصيتك هو ده المكسب الحقيقي وبصرف النظر عن النتيجة وده اللي أنا شخصين مستنين نهاردة منتخب مصر أنه يثبت أنه قادر أنه يفرد شخصيته أسلوبه في الملعب يكون في أوقات كتير جدا الفعل مش رد الفعل قدام منتخب قوي زي منتخب الجزائر دي النتيجة اللي طمنني أو الحاجة اللي طمنني بصرف النظر عن النتيجة وأنا رايح لبطولة أمم أفريقيا بقول أنه أنا قادر أواجه أي منتخب في أفريقيا وقدر أوصل لأبعد الحدود ده رأي المتواضع خليني أسمع رأي نجمنا وضفنا النهاردة فيه السادسة كابتن أشرف ممدوح وأسأله في البداية أهلا بك أشرف طبعا من نور الدنيا وأسألك في البداية متفاعل النهاردة واللي حاسس أنه مطش الجزائر استمرار لسلسلة إثيوبيا وغينيا وتونس وزنبيا أهلا بك أحمد طبعا أنت عارف دايما بأسعيد معاك وطبعا على شاشة قناة نادينا الحبيبي عن نادي الأهلي يعني التفاعل دايما موجود أنا دايما الحمد لله متفاعل ومتفاعل دايما أن يكون عندنا أداء أفضل الحمد لله النتائج على مستوى النتائج من تخب مصر يعني 9 من 10 يعني 9 ونص من 10 يعني كسبين كل العلامة كاملة في كل المباريات مع عدم مبارات تونس تقريبا لكن على المستوى التأهل لأفريقيا الحمد لله تأهلت على مستوى الأداء على مستوى الأداء هي المشكلة يعني هي هو ده اللي لسه لسه فيه أزمة وفيه مشكلة شوية نفسية لكن أنا سعيد أنه رغم الانتقادات اللي موجودة يعني إعلاميا أو حتى على مستوى جماهير الكرة في مصر الناس ما عندهاش النقد اللازع اللي كنا بنشوفه قبل كده ممكن النتائج تكون مطمنة الناس لكن الأداء لسه الأداء لسه ما فهوش اللي يطمنك بشكل كبير خاصة أن أنت لسه ما وجدتش منتخبات كبيرة يعني باستثناء تونس أعتقد ما كانش عندك حتى زنبيا أعتقد أنها يعني صحيح من المتخبات اللي ممكن نصنفها في التصديف التاني ما كانش أدائك بشكل جيد أو مرضي بشكل كبير صحيح فيه استحواز لكن فيه أخطاء كتيرة ما كانش فيه تحولات هجومية كبيرة ما كانش فيه خطورة على مرمزانبيا بشكل كبير حتى الفرص الأقلية اللي روحنا بيها ما كانش فيه استغلال بشكل كبير لها كنت لسه بقولك في الفصل أنه اللعب بشكل فردي مش شكل جماعي ودي حاجة ما تطمنش بشكل كبير المنتخبات الكبيرة اللي حنواجهها إن شاء الله يعني بعد إن شاء الله لما نتخطى دور الدور الأول اللي هنلعب فيه دور المجموعات ده منتخبات كبيرة وأداءها راقي جدا وفيه جماعية بشكل كبير وفيه خطورة بشكل كبير فأعتقد أني لازم مستر فيتوريا يكون عنده استقرار على التشكيل يعني بداياتها من مبارات الجزائر ويكون فيه طريقة لعبة معينة هو بيفكر هيلعب إزاي لأن أنا مش شايف هي الشكل لمنتخب مصر أو طريقة أداء لمنتخب مصر حتى يعني أنا حتى في أيام مستر كوبر مثلا لما كنا ناس بتتدايق أو بتتكلم في إنه طريقة دفاعية لكن فيه شكل بتلعب به أنت بتلعب بطريقة دفاعية لكن بتلعب على صلاح مثلا أو بتلعب على هجمة المرتدة لكن الفترة دي صاحبة حق النتائج لكن مفيش شكل معين أنا قادر أحط إيدي عليه لمنتخب مصر مفيش شكل النواحي الخطاطية بتلعب من ناحية اليمين أو من ناحية الشمال أو من العمق مفيش كرة جماعية بتلعب بيها ده مش نقض سلبي لكن أنا مش قادر فعلا أحط إيدي على طريقة لعب لمنتخب مصر ممكن تطمننا طب قادر تحط إيديك على أي حاجة طبعا في بعض التفارات يعني أنا شايف فيه فيه مثلا سبع لعبين مثلا في منتخب مصر خلاص أعتقد ميستر كوب ميستر فيتوريا خلاص بشكل كبير حط إيده عليها خلينا نروح لتمرنت الأهلي النهاردة يعني إحنا خلاص برضو يعني عندنا عد تنازلي بدأ لماطش سيمبا مهم جدا عودة بعد غياب طويل طبعا لأهلي وحشنا مباراة مهمة ومباراة صعبة خارج الأرض في تنزانيا مع فريق ليه احترام وتقدير كبير جدا في أفريقيا في الوقت الحالي هو سيمبا خلينا نروح لتمرنت الأهلي النهاردة أشرف للطمن من زماننا محمد توفيق على عودة الأهلي التدريب مرة تانية كعند راحة سلبية طويلة استمرت ست يام الفرقة راجعت مرانة مباراة أول تمرين والنهاردة تاني تمرين وزي ما قلت لكم يمكن كولر في اجتماعه كان مركز قوي على الناحية البدنية تمريات مكسفة خليني أعرف أكتر تفاصيل من زماننا محمد توفيق اللي موجود في النادي الأهلي في الجزيرة مساء خير يا محمد مساء الخير لزميل عزيز أحمد تحياتي ليك والضفة كريم كابتن أشرف ممضوح نجم من النادي الأهلي السابق وكل مشاهدة قرانتنا في كل مكان أهلا بيك عزة طمن منك على تمرينة النهاردة وخصوصا أنها يعني بينقصها الأهلي بينقص الأهلي عدد كبير جدا من اللاعبين سواء المشاركات مع المنتخبات في الأجندة الدولية أو بسبب الإصابة ملامح تمرينته النهاردة وميسر كولر بيركز على إيه وملامح التحضير لمباراة سينبا عموما أنا في البداية أحمد ممكن زي ما أنت ذكرتك الفريق في راحة لمدة ستة أيام ممكن الفريق عددت للتدريبات منذ الأمس يتضرب على ملعب مختلط تتشينا بالجزيرة والنهاردة تاني تدريباته وبعد العودة من الراحة السلبية ممكن التميين ببتدى فيه تمام السادسة مساء ابتدى التميين ببعض الفقرات البدنية الجارية حوالي الملعب وبعض الإطلاعات في الملعب بعد كده مثل مناس الكولر يمكن دخل هو وجه اللاعبين وجهاز الفن كلهم للجيم الخاص باللعبين هنا داخل ملعب مختار التتشي بالجزيرة لأداء بعض التمرينات الأخرى في الجيم وبعد كده هيستكمل ميرانو على أرض الملعب في هذه اللحظات اللي أنا بكلمك فيها حالا يمكن بطمنك بقى الحمد لله ديانج موجود في التدريبات حضرتك وتب كلم يعني عن اللاعبين الغايبين للمشاركات الدولية الحمد لله ديانج موجود في تدريب اليوم وبرسي تاو طبعا موجود منذ الأمس مودس طبعا موجود كدو كريستو لعدم استدعاهم للمنتخباتهم من المختلفة ولكن بطمنك يعني ببرسي تاو وقاليو ديانج موجودين في تدريبات بشكل طبيعي جدا طبعا نهارده يمكن مصطفى شوبير مصطفى مخلوف اللي موجودين في تدريبات الحراس بجانب حريسين من نشئين يعني عمر كامل وطارق حسن دول من مواليد 2006 موجودين هنا بياخدوا برضو خبرات مع مستر الميشيل ينكن ممكن عاوز بقى طمنك وطمن كل جمهور النادي الأهلي عمرو السلية محمود متولي شغالين خلاص في المراحل النهاية من برنامجهم الاستشفائي والتأهيلي كمان عاوز اطمنك ان صلاح محسن كريم ندفد الرامي ربيعة موجودين في التدريبات الجامعية منذ الأمس كمان يمكن قدوا المرامي الجامعي مع بقية الفريق بالأمس وكمان موجودين في تدريب اليوم كريم فؤاد بدأ الجارية حوالين الملعب كمان ويعني بطمنك عليهم انهم ان شاء الله يكونوا موجودين فقرى فرصة مع الجهاز الفن وتحت أمره فنيا كمان من الحاجات اللي موجودة في التدريبات المهمة النهاردة ان كابتن خالد بيبو بدور الكرة بالنادي الأهلي ان شاء الله هيسبق الفريق غدا بإذن الله في الحداثة عشر مساء هيسافر لتنزانيا لانهاء كل التجهيزات المرتبطة بأماكن الأقامة والتدريبات وكل الحاجات المتعلقة بسفرية النادي الأهلي بإذن الله مع فيه أول مبارياته في الدور الأفريقى أمام سنبا التنزاني يوم الجمعة المقبل بإذن الله كابتن خالد بيبو هيسبق البعثة بإذن الله غدا لإنهاء كل هذه الإجراءات وإن شاء الله تلحق به البعثة في اليوم التالي بإذن الله رب العلاج عظيم يعني شايفين اللقطات من التمرينات والأهلي بدأ الاستعداد بالفعل لمواجهة سنبا بشكرك شكرا جزيلا زماننا العزيز محمد توفيدي كانت أخبار تمرينة النادي الأهلي النهاردة وبإذن الله العيبة تكون كلها جاهزة وكويس أنه يعني أنا مفاجأة بالنسبة لي للحقيقة ديانج أنا عارف أنه طبعا ما شاركش مع منتخب جنوب أفريقيا كان عنده ظروف كلمت عليها مع حضراتكم منبارح بس طبعا موجود ظهر في الصورة ديانج كمان يعني أعتقده بقى كده أعتقد منتخب مالي كان عنده مطش النهاردة أو بكرة أعتقد في السعادية فواضح أنه مش هشارك في مباراة منتخب مالي فكويس الاثنين عودتهم وستعادتهم يعني خدوا شط والاثنين أعتقد من العناصر الأساسية سواء تاو أو ديانج اللي هيران عليهم كوب كولر في مباراة سيمبا بالتأكيد يعني كل ما كان فيه تجمع كبير لمجموعة كبيرة من الأساسية بالتأكيد بيكون فيه اطمانات بشكل كبير لميستر كولر وارتياحية يعني لأنه لعيبتك الأساسيين موجودين بتشغل معهم بشكل يومي على الطريقة الجماعية خلاص يعني لعيبة تشبعت أعتقد أو خلاص شربت بمعنى الكورة كده شربت خلاص طريقة لعب ميستر كولر أو طريقة تفكيره ده دي نقطة مهمة كوني نتكلم فيها على منتخب مصر يعني النهاردة لما تيجي تتكلم يعني فيه مديرين فنيين لما بيجوا بياخدوا فترة كده من الشغل يعني مع الفريق بتاحهم سواء منتخب أو نادي بتحس أن الرجل فكره ظهر في الملعب من الرجل ده ليه طريق تفكير وليه طريق لعب احنا كجمهور شايفينها بتحصل صحيح فايلر كان كده أنا بسرعة القرية يعني فايلر كان بسرعة جدا موسيماني كان كده يمكن الطريقة ممكن الناس تحبها ما تحبهاش بس في نهاية الرجل شايف هذه الطريقة الأنسب وديه الطريقة اللي بتوصله لأنه حقق أهدافه وكان بيحقق أهدافه بيها تختلف معها دي قصة تانية لكن كمدرب كهيد كوتش لا الرجل ليه طريقة وليه اسلوب أنا كجمهور شفت الفرقة بتقدم الفكر ده في الملعب لما جاي كولر برضو ما خدش وقت لانت لما شفت الأهلي اللي كان مع موسيماني بيلعب بشكل بقى مع كولر بيلعب بشكل تاني خالص وبقى هنا الناس مبسوطة ومرتاحة نتائج وأداء بعد كل المشوارة اللي عملوا فيتوري هل تقدر تقول أنه الرجل ده ظهرت لي بوادر مش هقولك تجربة كاملة لكن بوادر بصمات فكر معين في الملعب سوف أنا حاولك نقطتين وأتمنى أن الناس بس تتفاهم ده أنه احنا لازم نفرق بشكل كامل ما بين 2006 و 2008 و 10 وما بين كل الأجيال اللي بعدك ليه؟ لا أسباب هؤل لك ليه؟ صعب جدا أنك تجيب هذا الجيل مكتمل بهذا الشكل فيه كمال بشكل غير طبيعي في هذا الجيل في كل الأماكن هوا ما كانش كده في 2006 برضو عشر يعني وانت في 2006 بس كان عندك مجموعة صعدة هتكلم في فتحي وعماد وماشي ماشي بي الأسماء اللي كانت بص خلينا نتفع على الحال 2006 أنت كنت مستضيف البطولة هنا في مصر بنفس الاسكواد اللي أنت بتقول عليه عمر زاكي وعماد متعب وبوتريكا وبركات وأحمد حسن وشوقي وحسني وفتحي ووائل جيل العالمي بس هو داخل 2006 احنا كنفسنا آه عندنا منتخب كويس بس مكناش يعني عارفين ان احنا راح نجيب أموم أفريق بس ديه إمكانيات فوارق معاك بس أنا بفكر الناس دايما المقارنة دايما هتبقى ظل لو فكرنا بيها بتجيب ممكن تبقى ظل لما كسبنا 2006 هنا وروحنا في 2008 70-80% من الناس مكادش متوقع على المنتخب راح نجيب البطولة يعني خدنا بطولة عشان بر بس لكن مقتنعين بالمجموعة اللي موجودة عشان بر بس يعني بس آه احنا كسبنا البطولة عندنا منتخب جامد بس برضو البطولة كانت على أرضنا والجمهورنا والحالة بس انت كنت مرتاح يعني انت كمشجع مرتاح للمجموعة اللي موجوده ما حكنات نافس وهقولك حاجة كمان وزيدك من الشعر بيت خدت 6 و 8 وسفرت 10 انا برضو بقولك انت اقل بطولتين برضو عندك احساس انه مش حكسة مش ممكن اجيب بطولة 3 وانت عندك نفس الجيل ده فهي القصة انه القسطورة حصلت لما الجيل ده خدت 3 بطولات و4 صحيح انا معك في دي لكن فيه كمال في هذا الجيل يعني طبعا الكمال اللي هو واحده سبحانه وتعالى لكن الكمال في كرة القدم هي الجماعية وهي امكانيات وقدرات وفوارق مجموعة اللعبين اللي كانت موجودين في هذا الجيل بالفعل انت كان عندك فرقتين تحتار مين افضل يعني لو قرنت بين واحد يعني عماد وعمر وميدو وكابتن حسام حسن تحتار تلعب مين من فوق الإمكانيات الكبيرة للأربع مهاجمين المسأل اللي موجودين انت النهاردة بتدور على مهاجم مش لاقي ازبوط في وسط الملعب مثلا انتريكا وشاو ايه وحسني اسماء كبيرة جدا جدا انت متقدرش تقول تتكلم على واحد منهم انه ممكن يكون 9 من 10 حتى في اداوه فيه كمال في هذا الجيل غير طبيعي مع طبعا وجود كابتن حسن شاحتة والكمال كمان فيه تواجد الجمهور العظيم في مدرجاتنا والكمال فيه الدعم من وزار الشباب ورده واتحاد الكورة وحتى الدولة في هذه الأجيال يعني فانت فيه كمال في هذا الجيل ما تقدرش تعوضه دلوقتي او تقول انه هو موجود بالشكل الكبير الفوارق دي طبعا الناس لازم تبص لها بعين الاعتبار لان فيه فوارق موجودة فيه فوارق في الامكانيات عندنا صحيح مجموعة من اللاعبين لكن ما عندكش تقدر تقول ما عندكش 16-17 لعب تقدر تعتمد عليهم تحتار تلعب مين او مين انت عندك مجموعة 6-7 لعبين ممكن تقول ان هم هم اللي فرقين بشكل كبير هم اللي ممكن يكونوا يعني يقدروا يقدوا بشكل كبير جدا هروح لك لنقطة تانية ان ميستر فيتوريا لغاية النهاردة فعلا ما فيش شكل لمنتخب مصر تقدر تقول المنتخب بلعب بطريقة معينة طريقة هجومية طريقة دفاعية هو صحيح حقق العلامة الكاملة لكن انا ما عنديش شكل وطريقة اداء لمنتخب مصر بشكل او باخر لا وحقق العلامة الكاملة في ظروف سهلة وببسيطة نسبيا ما كنتش محتاج فيها الخليل العالمي ان انا اجيبه يمسك المنتخب يعني مع كامل احترام المنتخب لو لعب المتشاط دي من غير مدير فني معلش طبيعي انك انت تكسب اسيوبيا وتكسب غينيا معلش مع ايهاب جلال مثلا كابتن ايهاب جلال الظروف ما ساعدتش انه يحقق اي انجاز وخسر وخرج ومش بسرعة لكن يعني هو عمل نقطة مهمة جدا وانا شايفها من النقط برضو اللي ساعدته بشكل كبير انه تفاعل بسرعة جدا مع الاندية ومع جمهوره ومع طبيعة الشعب مصر يعني روح للاندية وقعد مع المدربين في اكتر الاندية كبيرة جدا من الاندية من مدرب مصري نجم من وجهة نظرك نجم نجم مدرب نجم يعني الجهري كان نجم صحيح كارزمة يعني تقدر تقول انه لما تجيب له كتيبة نجوم هو نجم يعني هو بالنسبة لهم ايكون يعني رمز فمهما تجيب له من اسماء هو ليه الفول كنترول لما بتتكلم على حسن شاحته في مرحلته هو نجم طبعا لا خلاف بكل النجوم اللي معادي كل حاجة تحت الكنترول صحيح تختلف تتفق على مستوى فني او على فكرة او على طريقة لعب دي قصة تانية لكن مين مدرب نجم دلوقع مدرب مصري النقطة اللي بتكلم عنها دي لا خلاف انها بتفرق بنسبة كبيرة جدا يعني بدليل ان عندنا تجربة مهمة جدا في النادل العالي هو مانولتو زي مثلا الكراكتر الشخصية الكريزمة زي اللعب بيخاف ويحترم ويحب هذه الشخصية مصبوط فالنجم هو ده يعني في مصر طبعا يعني في اسماء يعني دلوقتي مثلا مع بعض التعدلات ممكن تتكلم عن حسام حسن مثلا كابتن حسام حسن هو حسام تظلم في فترة اختيار مدير فني وطني بعد كيروش طبعا اتظلم وانا كنت بقول ان في الفترة دي واعتقد ان انا قلت معاك هنا ان ايهاب جلال حق دلوقتي لسبب لانه بيشتغل فني واهدى يعني ما بيتعصبش بسهولة واحنا كنا محتاجين في الفترة دي هدوء اكتر شوية من انك تتعامل بعصبية اكتر يعني لكن حسام حسن طبعا كان حسام حسن يستحق فرصة في المنتخب مصر لانه نجم والجميع بيحترموا لكن اعتقد ان طبيعته وطباعه يعني ظلمته شوية حسام بقى اهدى كتير قوي يعني السن والخبرة والنضج يعني حسام حسام نهارده يختلف تماما عن حسام من عشر سنين فاتت يختلف عن حسام ابراهيم اللي كانوا في الملعب بيطلعه نار في التسعين دي لكن خلاص الناس خدت انطباع عن الشخصية بايزا الشكل اتمنى طبعا في يوم الايم ياخد خلصية اخذك للتشكيل بتاع النهارده وتقول لي رأيك بقى انا قلت رأيي عايز عارف رأيك زيي ولا مختلف تعالى نشوف التشكيل ونقرأ تشكيل منتخبنا كل التوفيق طبعا والدعم والله لمنتخبنا لواحد نفس يشوف المنتخب انا هنا بنا ننتخد ايجابي لا لا افضل الواحد نفس يشوف المنتخب مصر يعني فأفضل صورة فأحسن صورة فأحسن صورة التوفيق لفيتوريا والتوفيق لمنتخب وانا اشت لما المنتخب لعب منتشاط حلوة قلت انا استبشرت الخير وقلت الراجل ده جاي يقدي او يعمل حاجة واضح في البدايات بالذات بعد ماتش بالجيكا وما كانش لسه يعني قاعد كتير لعب جيم كويس قلت والله يا راجل فاق يعني فاهم هو جاي يعمل ايه تعال نشوف تشكيل منتخب مصر ونقرأ مع اشرف ده التشكيل يا اشرف الشناوي ومحمد حمدي ناتشمال علي جابرو وعبد منعم عمر كمال حمدي فاتحي والنني زيزو لا ما فيش عمر كمال هو الشناوي وهاني اه هاني وحمدي انا قرأت من عندي من الورقة فمعليش وفي النص خد اتدى بحمدي والنني ونني وزيزو بالظبط ريزيجي وصلاح ومصفى محمد بالظبط وهذا هو فيه استقرار في الشكل الهجومي او استقرار على اللاعبين اللي حيشاركوا في اللاعبين هو اكتر خط يمكن ثابت يعني مع الشناوي هو اكتر خط ثابت مع الشناوع بمنعم تقريب يعني اعتقد انه طبعا اكيد فتوح انت قلت لي فيه سبع اسمائق نشوية اه مين يعني الشناوي فتوح عبد المنعم اه مع ظهور عمر كمال بهذا المستوى اعتقد انه حيكون فيه تبادل في المشاركة ما بينه وما بين محمد هيني فيه خط الوسط هذا المستوى تقصد المستوى الجايد الجايد طبعا اه متقلب بصراح فيه طفرة في الاداء يعني واضحة جدا يعني اه في وسط الملعب انا اعتقد بشكل كبير انه اه قناعاتي كده انه انا معرفش طبعا النهاردة هو ما بيشاركش لكن انا شايف ان فيتوريا مختنع جدا بطرق حامد هل هيشارك بشكل اساسي ولا لا لكن انا شايف ان طريقة الاثنين دول تحديدا مرون عطية وحمد فتحي وقدامهم بالتأكيد ان شاء الله لما يرجع امام عشور او زيزو اه اعتقد ان من دول اللي ممكن يعملوا التحولات الهجومية بشكل جيد جدا مع متخب مصر هو الملعب ما يشيلش امام وزيزو جنب بعض في خط النصر في بعض المباراة لكن في مباراة كبيرة النهاردة ممكن ما يشيلش الاثنين تقلق لان متخب جزائر متخب قوي جدا سرعات كبيرة جدا خبرات كبيرة جدا التحولات عندهم الهجومية الناس هتشوفها النهاردة مرعبة وبالتالي يعني انت محتاج حد برضو يكون عنده الارتداد بشكل كبير الدفاعي والهجومي او التوازن في ده يعني اعتقد كمان تريزيجي وصلاحه ومصطفى محمد يعني في سبات كبير فانت بتكلم في ست سبع لعبين مين شايف الاسماء اللي يعني بصرف النظر عنه كان بشكل اجباري او اختياري الاسماء اللي مفتقدها منتخب مصر في مواجهة زي او الاسماء اللي تتمنى تضاف على منتخب مصر قبل ما تروح لأومة افريقيا اتمنى امام عشور السولية السولية عنده خبرات كبيرة جدا جدا وبيفرق جدا في وسط الملعب بالتأكيد يعني اعتقد ان دول الاثنين اللي ممكن يكون منتخب مصر مفتقدهم شوية يعني مساء الله امام عشوري يرجع سبع تمنى اسماء شايف ان هم كلهم في الثلاث خطوط يمثلوا حلول لو وصلوا للتوب فورم اكرم توفيق حجازي الوينش صحيح انت بتكلم عن الناس المصابة انا بتكلم عموما يعني انا فاكرك الناس بس اللي هي ممكن تبقى رايبة وتلحق غصبا عن حجازي الوينش مش هلحق افريقيا انا بس انا بس اعلم هل ممكن تكسب ترجع من الاصابات هيبقى صعب لكن انا كنت بكلمك على الاسماء القريبة انها ترجع يعني امامه والسلية طبعا لكن الوينش طبعا واحد من الاسماء المهمة جدا في منتخب مصر اكرم توفيق ولكن انا شايف عمر كمال ومحمد هاني يعني الحمد لله يقفلوا المنطقة دي بشكل جيد في اسماء الحياة طبعا منتخب مصر هيفتقدها لكن القريبين قوي وان شاء الله يرجعوا بشكل كبير امام عشورو عمرو السلية ان شاء الله يكونوا قارب للرجوع حجازي طبعا من الاسماء المهمة في منتخب مصر خبرات كبيرة جدا والوينش بصراحة مع المنتخب التلاتة دول يعني منعم وحجازي مش تقليل من الناس ثانية لكن نتيجة خبرات كبيرة نتيجة مستواعات تقدمت مع المنتخب في بطولة افريقيا يعني حجازي والوينش كانوا مبتدين بطول نسخة الأخيرة هما الاثنين اوعب منعم والوينش يعني اشوف الاثنين لا انا بسأل على الاسمين مع منعم دلوقتي صعب يعني ما اعتقدش انه محد ممكن يقعد منعم لكن لكن اقصد اقول انه حجازي والوينش الاثنين كانوا اسمين شانين منتخب مع بعض فارجوه واحد منهم على الاقل جنب منعم اعتقد بالخبرات تفرق معناه تفرق جدا عبدالقادل كنت بتكلم عليه من اللعيبة الحقيقة اللي اتمنى عشان المنتخب رغم ان الحتة دي فيها وفرة و تريزي جي قام بشكل يعني ماتش زامبيا انا حسدت انه تريزي جي خد 70-80% من المستويق هو افضل لعف المنتخبين صحيح يعني لكن عبدالقادر عنده امكانيات مختلفة شوية في الاختراقات يعني مش هتلاقي لعب بسهولة عنده الاختراقات بتاعت عبدالقادر و اون تارجت على طول يعني لكن تريزي جيي الحقيقة بيقديها بشكل كبير المجموعة اللي موجودة كمان يعني تتكلم عن حسين الشحيات وعلى وعلى مرموشه وعلى مصطفى فتحي لا فيه اسماء كبيرة موجودة وعبدالقادر ان شاء الله كل فرصة يعني ان شاء الله انا متوقع ان فيه 3 ا4 اسماء ممكن ينضموا لهذه المجموعة ان شاء الله الفترة اللي جاي ما ليس عندنا وقت يعني اه وانا بتفاجأ على ماتش زامبيا حسيت انه خو مصطفى فتحي بي بيلعبش على صلاح ليه يعني سألت نفسي كده يعني صلاح لعيب كور لعيب كوره كبير جدا محدش ابدا ممكن يقلل من امكانياته ولا يقلل من مشواره ولا ينكر حبيه شخصيا ليه انا اتكلم عن صلاح دايما بكل خير لكن وارد جدا يبقى داي اف كل لعيبة العالم كيليا نمبابي فيساند رونالدو وميسي كلهم فيه وارد يبقى داي اف صحيح ايه المانع ان صلاح يتغير او ايه المانع ان صلاح يبدأ عند ديكة هل دي فيها مشكلة عند صلاح شخصيا يعني لو فيتوريا قاله انت النهاردة دكة هتدق على البنش جنبي هل صلاح ممكن عنده مشكلة؟ اكيد لا انا واثق انه لا وبعدين صلاح مثلا في مطش الزامبي ما كانش هو صلاح اللي احنا ومش بس مطش الزام فيه مطشات كتير بيبقى صلاح مش انا اعتقد انه ممكن يكون صلاح بيشغل بال مدفعين كتير بيثبتهم في المكان ده يعني بتلاقي حوالي اتنين تلاتة ما بيهجموش بشكل كبير او ملتزمين دفاعيا معاه فانت بتوقف برضو مجموعة من اللعبين دي نقطة وانا شايفها برضو عادية يعني انت ممكن يكون عندك لعب فايق في اليوم ده خاصة لو لعب بتكلم بزي حسين شحات او مصطفى محمد او مصطفى فاتحي في الحتة دي يعمل لك بيعملك حالة في الحتة دي فانت برضو هتوقف اتنين تلاتة معاه انا شايف ان هي مش معضلة كبيرة جدا ان صلاح لو مش فايق يقعد بالعكس طبيعي خلي بالك كورت خدم يعني السؤال ده جالي وانا بتفرج واكيد جي لناس كتير جدا بتحتمل نقده يعني بصوا خلينا تفعل حاجة قصة هنا لا ليه علاقة انت بتحب لعيب او ما بتحبوش ولا ليه علاقة انت منتمي النادي ولا مش منتب القصة هنا منتخب مصر هل ممكن هو احمد مقتنع زي ما كلنا مقتنعين برضو ان صلاح في اي وقت ممكن يجيب للجول يعني بدانيا هو كمان بلاس تسعين ويقدر يكمل سبرينت بتاعه فول سبرينت انا مش في رسمي انا في مطش ودي هل تقدر تتحمل لما انا بقى مصطفى فاتحي او انا بقى حسين الشحات واشوف انه في لعيف في الملعب انسى هنا الاسماء مش جاي معاه مش يومه احباط يعني طبعا اي ان كان النجم ده او الاسم بعدين منتخب مصلحته فوق مصلحة الجميع فوق مصلحة فيتوريا وفوق مصلحة اتحاد الكورة وفوق مصلحة كل الاسماء اللي موجودة في المنتخب ده مش معناه ان انا بنتكلم على صلاح بشكل سيء ابدا وارد ان يكون دي اوف ايه المعنى ان يكون عندي لعب فاق يعمل السيزن اللي فات مع ليفربول كافية وقت كتير جدا صلاح في الدوري دي اوف طيب خلينا اروح لفاصل وارجع اشوف النهاردة هل المبارزة دي تستحمل او تحتامل ان يبقى فيه مغامرة في التشكيل وهل انا ممكن بكده اكون بحرق اسماء طبعا تبقى الاختيارات فيتوريا ده اللي هقراه واشوفه مع حضراتكم ومعها اشرف في سادسة لكن بعد فاصل سريع والمباراة يمكن على وشك البداية هل لما قرأت التشكيل اللي اختاروا فيتوريا فيه اسماء بالنسبة لك اه طبعا جدا لانه يعني انا حطت التشكيل قبل ما يظهر على المواقع كنتم متواقع النهاردة انه يلعب بالتشكيل الاقرب اللي هيشارك فيه يعني التشكيل الاساسي اللي ممكن يشارك به فهم افريقيا صحيح اللاعبة الموجودة معظمها جيدة يعني لو كلمت عن محمد حمدي لاعب جيد ما تقدرش تكلم انه لاعب منتخب مصر ويقدر يؤدي في مبارات تتية بس مباراة زي دي مش علامة يعني التشكيل الاساسي فارق ما بين اسم لك الأن راجل اللي عندي Detroit مجيد ولعب يتقدر يشارك في مبارات كبيرة وممكن احتاج له بشكل اساسي في مصر لكن اسم بلعب بالتشكيل الاساسي عشان اقدر ان انه يجر في مبارات زنبا يعني ممكن ان ان هناك جارب فهم وتخص ماه الجريب مش هقول غريب لكن ما افتكرش انه ممكن يلعب بشكل او باخر بالتشكيل ده في مباراة في تصفات ام افراخية يعني محمد حمدي النهاردة شايف ان فتوح كان انسب انه يشارك علي جبر كنت شايف ان ياسر ممكن يشارك النهاردة لكن مش عارف علي جبر يشارك ليه فيه بطء كبير جدا في اداء علي جبر وفيه سرعات كبيرة جدا جدا في متخب الجزائر ياسر عنده التحولات دي او السرعة الكبيرة اللي يقدر يعود ده حمدي فتحي كنت شايف انه اني ارجع من اصابة صحيح ممكن تجاهزه اكتر او تديله اكتر في مباراة زنبي او المباراة اللي جاية لو تلعب باتنين اتكاز مين اللي اتنين لدويت يعني لو اتطريت انا حقيقة بميل انه منتخب مصر يعني باتنين واحد متحرك شوية فوق مين اللي اتنين اللي شايفهم افضل اتنين ممكن يبقوا ديفندرات في نص الملعب مع بعض جنب بعض ما لهاش علاقة بالمستوى ليها علاقة بشكل الاداء وقدراتهم وتوظيفهم بص طريق حامد شايفه انه افضل حد في مصر بيعمل الكتر يبقى ايه بيقطع الكور بيفسد هجمة بيعرف يقف في اماكن كمان يعني خبرات كبيرة فبيقدر يعمل ده اجنبه مروان او حمدي اللي اتنين خلي بالك قريبين جدا في طريقة اللعب صحيح حمدي هم التلاتة اللي انت قلتهم قريبين جدا في طريقة اللعب بس حمدي و مروان عندهم ميزة اكتر انه بيقدر يزيد وكورته حلوة ويممكن يصوب طارق حامد نادرا لما ممكن يقوم بالدور ده فالنيني كمان طريقته عنده خبرات كبيرة جدا لكن لو جاهز بشكل كبير برضه هحطه في صف طارق حامد يعني نفس طريقة اللعب فيا طارق او النيني مع مروان او حمدي يا طارق او النيني او النيني مع مروان او حمدي يعني يا طارق مسأل انه مروان يا نيني و حمدي يعني كده تبديل بقى وتوافي تبديل وتوافي لكن لو لعبت طارق والنيني ودامهم ثالث ممكن يبقى متحرك ما عنديش مشكلة في ده ممكن طب هتلعب طارق والنيني وحمدي ممكن لو عايز تقفل مباراة قوي تلعب الهجامات المرتدة لان فيش حد فيهم بيزيد بشكل كبير وحيبقى فيه فصل كبير جدا جدا في التحولات الهجومية وبعد مسافات كبيرة ما بين الخط الهجومي وخط الوسط فيه فيه عمليات يعني لازم توازن كده وبالانس شوية فيه طريقة لعب السوداسي ده وسط الملعب والثلاثة في خط الهجومي من قرأتك لتشكيلة فيتوريا بيفكر في ايه يلعب جيم مفتوح طبعا وجود زيزو النهاردة وجود زيزو وحمدي فتحي لانه كمان حمدي من الناس اللي ما بتقدرش ما تهجمش مستحيل تمنعه يعني هو خلاص فكره تعود على ده من وقت ما جاء مستر كولر كمان تحديدا لانه طور ده عنده بشكل كبير جدا حمدي فتحي ما كانش كده حمدي فتحي قبل ميستر كولر حاجة وبعد ميستر كولر حاجة تانية خالص فيه تغيير في طريقة لعبه بشكل كبير جدا في الزيادات اللي بيزيادها توجده في اماكن واللي مخلص ماتش زان بيا طبعا تواجده في اماكن داخل منطقة 18 مستحيل تتوقع ان حمدي فتحي هدر على فكرة العيب يلعب بدماغه بيعرف يتواجد في اماكن تمركز داخل منطقة 18 مستحيل تفكر ان ده حمدي فتحي يعني في بعض الوقات لو الصوت مش موجود انت مش هتصدق ان ده حمدي فتحي طبعا فيه جزء كبير جدا زكاء في التحرك يعني ده واحدة من اهم الصفات اللي لازم تعوجوده في العيب الكرة ازاي تحرك وازاي اوجد لنفسي المكان واخلق مساحة اللي تسهلي من التارجت اللي انا عايز اوصله اللاعبين او نوعية اللاعبين اللي بالشكل ده اسمقهم بتفضل كتير جدا يعني خلينا في الجيل القريب مش حبعد قوي يعني هتكلم عن محمد شاوي عن حسني عبدربو حتى يعني مثلا تامر عو حميد لعب زمالك مثلا كان من نوعية اللاعبين اللي بيقدي لك الدورين بشكل غريب يعني برضو كان عنده ميزة كبيرة جدا حسام غيلي واحد من الناس اللي مستحيل تقول ان ده ديفندر مدافع ولا راجل ده ديفندر نوعية مختلفة فالاسماء دي بتفضل وبتفضل تذكرها يعني طول العمر لانه فعلا لعبين عندهم طريقة مختلفة في الأداء وشكل جمالي كمان ده غالي كان حاجة مختلفة تماما كان في حتة ثانية بصراحة مصر عندها مشكلة في مركز رأس الحربة جدا جدا انت من سنين على فكرة حنا بقلنا كتير جدا في ناس تستحق تاخد فرصة من وجهة ناظرك شوف انا شايف يعني بعد مصطفى محمد شايف مروان حمدي ابتدى يدخل شوية في يعني مهاجم فيطر شوية يعني بيقاتل بشكل كبير وحتى في الدوري المحلي ابتدى كمان يبقى عنده ثقة كبيرة جدا بيحرزها في كتير جدا مع فرقيته مع منتخب مصر كمان بقى عنده ثقة تواجده في معسكرات كتير وبيشارك في بعض المبارات الدولية بشكل كبير فدته ثقة لكن المهاجم الفايتر اللي تقدر تعتمد عليه بشكل كبير يعني مش شايف حاغر مصطفى محمد يعني الوحيد اللي ممكن يبقى موجود دلوقتي بشكل كبير يعني عندنا نضرف ده وده نتيجة انه الدوري عندك فيه اجانب كتير في مركز الهجوم وده لازم يكون لي خاصة الطرق الجديدة في اللعب خلاص انت بتلعب بمهاجم واحد فمشكلة كبيرة لابد من معالجتها يعني فيه طرق كتير لمعالجتها طبعا انك تعتمد اكتر شوية على القطاعات النشئين من تحت وانك تفرز مهاجمين جايدين في منتخبات مصر يشاركوا في منتخبات المنتخب الأولمبي المنتخب الأولمبي فيه طبعا فيه رسامة فيصل وفيه بلال مظهر لكن هل هيخدوا فرصة في عنديتهم برضو مشكلة كبيرة جدا ان ممكن يبقى عندك مهاجم جايد جدا لكن ما بيلعبش بشكل أساسي مستوى بيقل بنسبة كبيرة جدا جدا واحنا ليه قصة السن دي مأثرة يعني 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 بمركز المهاجم ده بالذات بالذات بشوف في يعني اليونايتد مثلا جاب هايلند ده 21 سنة دفع فيه 80 مليون ايرلينج هايلند لما راح من لايبزيج لبروسيا دورتموند كان بيلعب في لايبزيج او في سالسبرج حاجة من الاتنين يعني هما الاتنين ادارة واحدة راح لدورتموند كان عنده برضو 19 سنة وكسر الدنيا فلمانيا ومكسر الدنيا وهو 21 او 22 سنة في فنجتر اهم مهاجم في العالم النهاردة كيليا نمبابيه 17 سنة كان بيلعا بتدي فرصة هي الفكرة انك بتدي فرصة وتصبر شوية عليه عشان يقدر يتقلق بشكل كبير وهي كمان المنتاليتي اللاعبين خلاص انا مش محتاج يعني فكري دلوقتي انا مش صغير وحبقى وسط نجوم كبيرة فمعنديش الثقة الكبيرة برضو طريقة النشأ وطريقة التفكير عند النشأ ده او النشئين ده لغاية ما يطلعوا للدرجة الاولى مهمة جدا ازاي يبقى متواجد بثقة كبيرة جدا في الفريق الاول وانه لما يوصل للفريق الاول ما يبقاش متأخر او يعني ما انتظرش لغاية ما يبقى عندي 21 سنة عشان اوصل بعد ما اخلص قطاعات النشئين كلها ووصل ما انا اشعر هي المشكلة لما اتواجد اتواجد مع الفريق الاول لو انا خامة جيدة ما اتواجد معا من وانا عندي 16-17 سنة انا شايف ان في بعض الانديها بتادي تعمل ده صحيح مش في الشكل الهجومي لكن في بعض الاسماء 2005 و2004 و2003 بقيت متواجدة مع بعض الفرق في الدول اكيد وبيشاركو اعتقد ان دول ممكن يفرق كتير جدا في السنين اللي جاي في حد عجبك اتكلم على كسل على سياك من قوم افريقيا اللي كمان شهرين لو اكلمك على ودي حتة هشتغل عليها اكيد فيتوريا لو مكمل معا يعني لو اكلمك عن كسل عليها بشكل جيد على فكرة فيتوريا 2026 في اسماء مبشرة يعني المنتخب 2005 اللي مع شيتوس اعتقد انه ممكن يكون في اسماء مهمة جدا في السنين اللي جاية وده اهم اهم منتخب لابد من الناس تهتم به الفترات اللي جاية ويشتغل عليه بشكل جيد ولازم يكون فيه معسكرات جيدة واعداد جاية جدا ومشاركات على مستوى عالي جدا لان دول اعتقد ان امل مصر في السنوات اللي جاية خاصة ان فيه مخامات كبيرة جدا مهمة يعني ايه رأيك في زعلوك؟ مهاجم جاية جدا شايفه متحرك وبيتمركز داخل منطقة الجزاء في اماكن كويسة جدا جدا عنده ثقة كبيرة في نفسه فلو خد فرصة ولكن اعتقد انها تبقى فيها صعوبة شوية لكن اتمنى انه ياخد فرصة اتمنى لانه خلي بالك الناد الاهلي الفترات اللي فاتوا السنين اللي فاتت اعتمد اكتر على صحيح السفقات اللي بتيجي من بره لكن الاعراض لبعض اللاعبين احنا فيه اعراض كتيرة جدا راحت ورجعت وبرجعب بشكل اساسي وفيه اعراض كتيرة رجعت الموسم ده مسلا على سبيل المسال اتكلم على ندفد على صلاح محسن على اعتقد كمين كمان يعني اتكلم على صفقتين او ثلاثة رجعوا كريم فؤاد اعتقد فانت بتتكلم على بعض الصفقات اللي مش صفقات لاجن اللاعبين اللي رجعوا مرة تانية كانوا على سبيل الاعراض ومستوى متقلق جدا وزاد جدا جدا من المشاركات ايه المشاركة احنا تخلي بالك انا النهاردة لو انا بشارك بشكل كبير ومستوية 50% حوصل لـ 80-90% لو انا نجم النجوم وما بشاركش مستحيل هيبع عندي اداء يوصل لـ 60-70% ايه في الدوري المصري شفت اسماء كانت يعني في اللي ظهر منه احنا ممكن بتديني الموسم متأخر بس شفت اسماء كانت تستحق انها تنضم للمنتخب كانت تستحق عليها تاخد فرصة مش تازم مشاركة لكن تخش في اجواء المنتخب تقرب من فيتوريا تاخد خبرة التواجد في معسكرات منتخب مصر يعني مثلا مثلا كيروش رغم ان كان فيه تحفظات كتيرة جدا على شكل كورت المنتخب لكن الراجل كان عنده عين وقدم للمنتخب اسماء كتير يعني انا فاكر منعم مثلا ده لما جي الناس كلها في مصر او استدعاء المنتخب الناس كلها كانت تسأل على مين منعم وكان احمد رفعت وكان احمد رفعت واعتقد مروان حمدي من ضمن الاسماء اللي دورها مروان حمدي وستما فيصل ظهر معافل بطولة يعني قدم للمنتخب طلع متدوري طهيا يعني اسماء ممكن تفيد المنتخب المصر فيتوريا ما عملت شو ده فيتوريا راهن على الحرس اللي استلم به منتخب مصر هل شايف ان في اسماء تصلحها؟ يعني هو ضم بعض الاسماء القليلة اللي من بره يعني محمود حمادة اعتقل تقريبا او محمود حمادة بطاركو يعني مفتكرش ان فيه طبعا مروان اعطيها طبعا اه مروان فرض نفسه بصراحة بشكل كبير يعني شايف مش اسماء كتير يعني اتمنى مثلا عودة احمد رفعت انا شايفه لعب مميز جدا جدا ومن الاسماء قطته زحمة بس شوية زحمة شوية لكن انا شايفه مميز يعني في الحتة دي هو مميز جدا يعني لعب مختلف عن عن نوعية اللعبين الموجودين اه سعيد جدا من دمام كوكا او شايف ان كوكا واحدة يكون من نجوم من نادي الاهل ومنتخب مصر في السنين اللي جاية ان شاء الله في ناس كتير شايفة انه او اوفا او اوفا يعني مهاجم امبي واحد من الاسماء اللي ممكن تبقى ليع مكانة في شفت مهاجم جايد وممكن في ظل ندرة المهاجمين في منتخب مصر الماني ان يكون عندي فرصة لكن اعتقد انه دي الوقت مع مستر فتوريا خلاصة واستقر بشكل كبير عن المجموعة اللي موجودة فيعني اعتقد انه هيبقى صعب انضمام حد في الفترة دي باستثناء امام عشور ولو عمر السلال ان شاء الله قدر يرجع لمستوى بشكل كبير واكرم اعتقد برضو ممكن يبقى ضافة يعني ان شاء الله اكرم جاهز بدنيا بس يعني هو خلاصة بارك وعنده قناعات كبيرة جدا بمحمد هيني وعمر كمال انضمام اكرم طبعا هيكون فيه صعوبة لكن ان شاء الله ان شاء الله اكرم يرجع بشكل كبير واقوى وممكن تستعين به فاصلة الملعب كمان اكرم من اللاعب الجوكر اللي تقدر تستخدمه في اكتب من مكان صحيح من هنا اليناير فترة يمكن هيبقى فيها ارتباطات كبيرة جدا للقوام الرئيسي في منتخب مصر هل دي مشكلة بالنسبة لبيتوريا هو بيحضر لبطولة بحجم امم افريقيا ارتباطات للاندية طبعا طبعا خاصة الاهلي بس الاهلي اللي هو فيه اعتقد 8 لعيبة او 9 لعيبة منتخب مصر هيلعب 3 بطولات هيلعب افريكا ليج هيلعب كاس عالم اندية هيلعب شامبيونز ليج وشوية ماتشات كده في اله انت بتكلم عن التمانية دول فيه تقريبا اربعة بلعب بشكل اساسي طبعا او خمسة كمان نص قوام منتخب مصر ودي مشكلة كبيرة فيه جهات بالتأكيد حيبوا موجود وده حيمثل ضغط كبير جدا بس مش مست على منتخب مصر عند الاهلي كمان فانت بتكلم بالتأكيد في ضغوط لكن اعتقد بشكل كبير ان لعبتنا الحمد الله بشكل كبير جاهزة بدنيا وفنيا وزهنيا وقدروا يتحملوا ده هي المشكلة كبيرة بس في منتخب مصر ان البطولة مضغوطة جدا يا احمد يعني عدد ايام معين ميزة كبيرة جدا طبعا لكن ضغط المباريات وانت عندك ارهاق اللي بتكلم عنه دلوقتي في البطولات الافريقية للاندية حيكون كتير وده الاول مرة بتحصل برضو يعني ما دخلناش بطولة قبل كده كم المشاركات للعبين المحليين بشكل كبير بهذا الشكل يعني اتمنى التوفيق لمنتخب مصر الناردة المباراة يمكن بدأت من دقيقة هتتفرج معي على بقية المطشب هتتفرج عليه سعب خلينا نروح معك للأهلي وسيمبة يوم الجمعة اللي جاية وشايف المباراة ازاي وشايف طبعا في ظل الغيابات الكتير يعني انت تبعت معي لقطات متابرينة طبعا فيه عناصر كتيرة جدا مهمة واساسية موجودة في التدريبة النهاردة لكن برضو فيه عناصر كتير جدا غايبة شايف الاهم في الـ 72 ساعة اللي جايين بالنسبة لتحضيرات الأهلي لسيمبة ايه مباراة صعبة جدا يا حمد على الفكرة يعني انا تبعت زيمبة في الفترات اللي فاتت وفريق تطور بشكل كبير جدا وعندهم اهتمام كبير جدا جدا بالدوري الافريقي وتقريبا يعني 14 لعب محترف و13 لعب على المستوى الدولي وبالتالي عندهم امكانيات كبيرة جدا جدا وفريق طموح يعني عنده طموح كبير جدا جدا أنه يكمل في دوري أبطال أفريقيا في السوبر ليج متصدر طبعا الدوري التنزيني ب15 نقطة وفي ملحوظة انه 14 هدف في خمس مباراة ده معناه حتى لو بتلعب معه مش زيينة بارد اه يعني زيينة لكن حتى لو بتلعب مع فرق أقل منك لكن انت بتستغل كل الفرص اللي بتجيلك فده معناه ان انت عندك اسكواد بشكل اللي جيد اللعبين الدوليين اللي عنده والمحترفين مستهم عالي جدا يعني بتكلم فيه جيفرسون مثلا ميكسوني فابريس أنجومي بكلم جون أوبوكا شاما مالوني سعيدي حتى لكرت حارس المرمى في مجموعة كبيرة ملعبين عندهم خبرات كبيرة دم مش بيخوف النادي الأهلي لكن بالتأكيد بيدي لك انطباع انك لازم تعمل حساب كبير لفريق بالشكل ده والنادي الأهلي لما بيحترم فريق جيد بيقد بشكل كبير مباراة هناك ملعب جيد وده ان شاء الله هتبقى في صالح النادي الأهلي برضو مع انه طبعا التوقيت المباراة شوية هيبقى فيه درجة حرارة سنة بسيطة لكن هي الأجواء عموما في وسط أفرقك عموما صعبة شوية لكن فريق كورة يعني أنا بيقلقني دايما المباراة اللي فيها الفرق بتلعب طريقة شوية هي دي الفرق اللي بتقلقني مع النادي الأهلي انت بتلعب بطريقة سليمة وصح لكن الفريق اللي قدامك بيلعب طريقة عشوائية فانت ما بتعرفش تجاري الأمور دي لكن الفرق اللي بتلعب بالشكل جيد وكورة جماعية اعتقد انه بتقلقناش اول اختبار حقيقي الكولر في الموسم ده في الموسم ده اعتقد انه فعلا احنا ما لعبناش غير يعني مباراتين في الدوري مطشف الدوري ومطشف الكاس ومطشف دوري الأبطال لكن شايف ان المباراة دي او الاحتكاق قوي لفريق النادي الأهلي وخاصة ان في المباراة اللي هناك هتكون احنا ما تقابلناش السيزن ده مع لا ما تقابلناش سيزن ده نا تقابلنا سيزن ده تقابلنا السيزن ده اه اه بتعايز اسألك يعني ايه الفرق بين كولر السندي وكولر في السيزن او الاهل السندي معك الاهل السندي الموسم ده فيه الفرق اللي انا شايفه كبير جدا على السنة اللي فاتت ثقة كبيرة جدا يعني مش من الجمهور ووسائل اعلام او المهتمين بالنادي الأهلي لكن فيه ثقة كبيرة جدا من مسا كورر هو رايح وحاسس انه ممكن يفوز باي مباراة وخلي بالك ده انعكست في مباراة التحاد العاصمة في مباراة السوبر الافريقي السيقة الزيادة وكلنا اقتنعنا ده اعتقدوا كان عندنا قناعات كبيرة ان السيقة الزيادة في مباراة التحاد العاصمة هي اللي قدت لخسارة ففيه ثقة كبيرة جدا نتيجة السكواد اللي موجود نتيجة الاداء الممتع لعبة النادي الاهل الامكانيات الكبيرة المتوفرة لميستر كولر فدي اعتقد الموسم ده مع السكواد الجيد مع الاهتمام في كل مباراة خاصة انك يعني خدت درس في المباراة الاولى في الموسم مع التحاد العاصمة فاعتقد الاهتمام في كل مباراة هيكون موجود ودي هتدي ان شاء الله هتدي نتاج انا شايف انها كبيرة جدا الموسم ده فكرة انه برضو متهقلي واحدة من الحاجات يعني طبعا باستثناء الظروف الصعبة اللي احنا اتكلمنا عليها الفرة هتتجمع سكواد كله يوم الأربع الصبح تمرينة خفيفة صفر لتنزانيا رحلة برضو مش صغيرة يعني توصل عشان تتمرن الخميس بس وتلعب ماتش الجمعة باستثناء المحطة دي اللي هي باشوفها واحدة من أصعب محطات اللقاء في تياحي خارج الأرض مع فريق كويس فكرة ان البطولة تبقى شبه بطولة مجمعة صحيح هي مش بطولة مجمعة لكن فكرة ان الفريق بقى متفرغ بس للبطولة دي في عدد أيام معين فهلا يعني لو وصلت ان شاء الله للمبارة النهائية بتكلم عليها فترة 3 أسابيع صحيح لو عددت الثمانية ثم دور الأربعة وصلت النهائي تلعب 5 و 11 نوفمبر دي برضو اعتقد نقطة بتصوبه في مساحة كولر ان يحضر ويخطط ويرفع مستويات التركيز بتاع العيبة لان البطولة برضو فيها فرق الفرق احنا نتكلم مع السينبا بس كل فرق اللي في البطولة فرق كبير أفضل فرق في السنوات الأخيرة صحيح باتفق معك جدا جدا وطبيعة اللعب المصري هتخدم مستر كولر كمان في ده لانه التركيز في حاجة واحدة وفي فترة محددة زمنية محددة بتديلك نسبة تركيز كبيرة جدا جدا للعب المصري هي دي طبيعة اللعب المصري وشفناها كتير جدا في بطولات أفريقيا البطولات المجمعة مع المتخب مصر دايما البطولات المجمعة في عدد أيام أو فترة زمنية محددة بتديني نسبة تركيز كبيرة جدا جدا في الفرق أنك فيه فترة راحة شوية أو المشكلة ست يام راحة السلبية المشكلة بس اللي هتواجهنا هي السفر الكتير في المباريات دي لكن إن شاء الله يقدر مصر كلها يتغلب عليها ولعبتنا أتمنى بس إن شاء الله التركيز لأن أنت عندك يعني أنت هتواجه سامبا وبعدين هتواجه يا بيترو أتلتكو يا سامداونز يعني برضو هتواجه فرقتين مستوام عالي جدا جدا وبالتأكيد المشوار صعب والفينال أكيد هتواجه حد من الترجي أو الوداد فإنت بتتكلم فيه ثلاث مباريات يعني ست كده أربع مباريات ست متشاط لو هتلعب لو هتصل النهائي إن شاء الله ست متشاط أتنين في دور الثمانية واثنين في دور الأربعة واثنين في المباراة النهائية فأنت بتكلم في ست لخاءات من العرار التقيل جدا كان ممكن تقابلهم في دورة أبطال أفريقيا على مدار سنة لكن أنت بتكلم فيه فترة زمنية صغيرة جدا في ضغط كبير جدا جدا للنادي العالي وسعيد جدا أنهم عملوها في فترة محددة دي هتفرق كده جدا جدا في التركيز للنادي العالي تغامر بأي من الأسماء اللي راجع من إصابة في ماتش سنبا ولا الأمور ما تحتملش أو لا تستدعي المغامل على الأقل بره لا يعني بره الضغط هيبقى كبير جدا ضغط زي ما تكلمت أنا وإنت أنه فيه ضغط ملعب مختلف أجواء مختلفة درجة حرارة مختلفة الضغط النفسي في المباراة اللي خارج ملعبك كمان بتكون كبيرة جدا فمش مستهلة يعني أنا شايف مثلا إيمان ممكن يبقى جاهز ولكن يعني تصريح ميستر كولر النهاردة أنه لا حيبتعنا عن مباراة شوف أنا بسخ جدا 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 فيه وبحترم ده في ميستر كولر أنه لعب جاهز بنسبة 100% بدنيا وزهنيا أنا وصل يشارك صغير كبير وده نتيجة أنه لعبة النادي الأهلي وده ده الشيء المحترم أو الحاجة المحترمة اللي بحترمها جدا في النادي الأهلي الفترات اللي فاتت أنه ما عنديش كبير وصغير في ده عندي اللعب الجاهز فقط وده بيدي كل الناس احتمالية المشاركة فكل الناس بتشتغل بشكل إيجابي جدا يعني بالنسبة 100% نتطمن على منتخب مصر النهاردة وبعكا نفتح بقى ملف الأهلي وسيم بان شاء الله بكل تفاصيله بداية من حلقة بكرة بشكرك أشرف شكرا جزيلا وتعالى بقى نستمتع نستمتع أتمنى أن نستمتع بلقاء قوي لمنتخب مصر وعرض قوي لمنتخب والله بصرف النظر عن نتيجة بس أشوف المنتخب بيقدم جيم كبير يطمننا وإحنا راحين للصعب والأصعب فيه اللي جاي بشكرك جدا يا أحمد وكل التوفيين إن شاء الله المصر المنتخب بشكرك حضراتكم متابعة ممتعة للمباراة وتحياتي لكم